حياكم الله وبياكم مشاهدين نظم المركز الثقافي الإسلامي في مدينة أترخت الهولندية مهرجان الطفل العراقي لدعم شريحة الأيتام في العراق قائمون بيّنوا أن المهرجان تضمن فعاليات مختلفة من بينها تقديم استشارات طبية للحاضرين وافتتاح سوق خيري يذهب ريعه لمساعدة المحرومين والأيتام فضلا عن إيضاح مدى التكاتف بين شرائح المجتمع العراقي أحمد الحلي نظم المركز الثقافي الإسلامي في مدينة أترخت الهولندية مهرجان الطفل العراقي القائمون على هذا المهرجان أشاروا في حديثهم إلى أهمية هذا التجمع الإنساني كونه يحفز الجميع على تقديم المساعدات للمحتاجين والأيتام العراقيين من خلال سوق خيري تباع فيه الكتب واللوحات الفنية والأكلات العراقية المميزة جرس العادة في كل عام أن يقيم المركز الثقافي الإسلامي في أترخت مهرجان يوم الطفل الحقيقة الهدف من هذا المهرجان هو جمع ريع هذا المهرجان وأرساله لأيتام في العراق والهدف الثاني أنه جمع المجتمع العراقي في هولند من أطفال وشباب وكبار فقرات هذا المهرجان متنوعة من ضمنها تقديم استشارات طبية وأيضاً عندنا سوق خيري وهذا سوق الخيري يقدم ببعض البضاع مثل بعيد ذهب وإلى آخرهم جينا من كل المدن الهولندية للمساهمة والمشاركة في سبيل دعم أطفال العراق وأيتام العراق والمحتاجين في العراق لاسيما الطفولة بوجه الخاص شاركنا بهذه المناسبة اليوم في مكتب مؤسسة العين لرعاية الأيتام كذلك من دنهاغ الحاضرون عبروا بدورهم عن سعادتهم للمشاركة بالمهرجان كونه يعتبر نافذة للمسلمين لمساعدة المحرومين والأيتام من أطفال العراق ولكي يبرهنوا للعالم أجمع تكاتف العراقيين مع بعضهم البعض حتى لو كانوا بعيدين عن بلادهم إحنا الصراحة الفعاليات اليوم كان عندنا قسم المطبخ كان عندنا كل الأكلات العراقية وكان عندنا قسم الأطفال اللي يلعبون ألعاب مختلفة وأسباق للأطفال وكان عندنا شغلات النساء اللي ما يحتاجوها في البيت جاي بيها وانبيع وكان عندنا قسم الذهب وقسم الفضة وأشكال الفعاليات اللي الأطفال يفرحون بيها صراحة لكل فرحانين وكل مبسوطين لأن عمل خير إحنا دنسوي ونتمنى إن شاء الله رب العالمين يتقبل هذا العمر أنا يوم جاءت المهرجان يوم الطفل العراقي وأكوه ألعاب فعاليات وتقل تتبرع الأيتام بالعراق وأكوه أكل تقل هم أنا الفلوس كله تروح للأيتام أن يتعرف على ناس جدد ما شافين صابقا تتقبل العلاقات ويتونسون هذا المهرجان هو صورة رائعة تعكس أصالة العراقيين المختربين الذين اختاروا السيرة في طريق الأبوة لمن يفتقدها في وطنهم أحمد الحلي قناة كربلاء الفضائية هولندا